موسيقى عزيزان المشاهدين طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد مع الحدث الانتخابي ما أن وصلت الانتخابات عند خطواتها النهائية ومع وضوح أولى معطيات النتائج انطلقت الكتل السياسية في نشاطها نحو تشكيل الائتلاف الأوسع أو إعادة هيكلة الائتلافات السابقة لتحقيق ما نادت به في خططها الانتخابية حول شكل الحكومة الجديدة والتي لا يعلم أحد حتى الآن متى تنطلق للضوء في عهدها الجديد وتبدو شدة النزاع بين توجهين أساسيين يتنافسان فيما بينهما ينادي الأول بحكومة أغلبية سياسية تستطيع تجاوز معوقات المدة السابقة والتي تسببت حسب قوله بتعطيل عدد من القوانين أو إنجاز كل ما يخدم المواطن واتجاه ثاني يجد في حكومة الشراكة الوطنية موقذا للوضع المتأزم في البلد وضمانا للعدالة في الوطن الواحد ومنعا لاستغلال السلطة وأن يأخذ كل مكون حقه في القرار السياسي الذي يقود كفة البلاد وبين هذا وذاك يبذل الجميع أقصى الجهود علنا أو خفاء مستخدما ما اختزنه من معطيات الماضي وأدوات اللعبة السياسية أو اللعبة السياسية للوصول لحقيقة تشكيل الحكومة التي دعا إليها ومع ابتداء هذا النزاع والعمل السياسي نتساءل متى تشهد الحكومة الجديدة الضوء لتبدأ عجلة البلاد بالانطلاق نحو عهد جديد كل هذه التساؤلات ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم دعونا نشاهد هذا الاستطلاع الذي أعده فريق البرنامج الشراكة أو الأغلبية خياران مختلفان إلا أن كل واحد منها بات شعارا ضروريا لكتلة سياسية أرادت منافسة الأخرى على منصب رئيس الوزراء الذي سيخوض في أرويقة النقاشات المعلنة وغير المعلنة بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات إذا ما نظرنا إلى المسميات التي تطلق فيها الساحة السياسية حكومة شراكة حكومة أغلبية حكومة توافق يعني ربما هذه المسميات تقدو جميلة لكن تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر الهيين حكومة الأغلبية وحكومة الشراكة الوطنية تحتاج إلى توافق هذا التوافق الذي كان مسألة مهمة بالنسبة للعراقيين منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة بالنتيجة اليوم البيت السياسي الشيعي التحالف الوطني أغلبيته لا يؤيد هذا الموضوع لا يؤيد الأغلبية سوى دولة القانون وبالنتيجة فليس هناك أمل حقيقي في تمرير مثل هكذا حكومة أغلبية وبما أن تجربة الشراكة التي استخدمت في تفاصيل الحكومتين السابقتين قد فشلت في نظر المواطن فأن الأغلبية قد تكون الحال كما يقول الشكل حكومة أغلبية لا تصير حكومة محاصصة لأن حكومة المحاصصة أخفقت ما سوى شيء للشعب كل من المحاصصة كل من دور حصة الحزبة وكتلتها وجمعتها لا أؤمن بالأغلبية السياسية لا أؤمن بالشراكة الوطنية سبق وان عندنا تجارب والعاقل يستند على تجارب مسبقة نحن مع حكومة الأغلبية السياسية المريحة لأن جربنا حكومة المحاصصة والشراكة الوطنية خلال الاثمين سواءات الماضية لأن شفناها ما أدت أي شيء سوى الأزمات وتعطيل قوانين البرلمان وبكل الأحوال فأن من ترشحهم الكتل السياسية لمنصب رئيس الوزراء أو لغيره لا يخضع لقانون معين بانتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج قد تغير الواقع أو قد لا تغير نرحب بظيوفنا في الحدث الانتخابي الدكتور نبيل محمد سليم عضو كتلة المتحدون والدكتور عدنان السراج عضو اتلاف دولة القانون أهلا وسهلا بكم وأبدأ بسؤالي للدكتور عدنان السراج ما هو شكل الحكومة القادمة مثل ما شاهدنا هذا التقرير هاليوم تحدث المواطن عن أزمات في حكومة الشراكة الوطنية هذا اليوم نريد أن نتحدث عن شكل الحكومة الأغلبية السياسية التي نادت بها اتلاف دولة القانون يعني بالنسبة للدوت القانون التجربة السابقة كانت حسب ما قيل أنه هي الدير الحكومة وبالتالي أصبحت الدوت القانون معنية في قضية تتعلق بطرح برنامج وهذا البرنامج يتفق مع الانتخابات التي حصلت ويتفق مع نسبة المقاعدة التي سيحصدها دوت القانون حتى يطرح البرنامج لعلك في سؤالك قد نسيت بأننا في دوت القانون وعلى يعني خلاف ما كان يدعوه الجميع بدأنا فعلا بحكومة الأغلبية السياسية قبل أكثر ثلاث سنوات عندما طرحنا مشروع استبدال النظام البرناماني الدستوري بالنظام الرئاسي دستوري ولكن اصطدمنا بعقبة الدستور الذي لا يسمح بتغيير هذه المادة إلا بعد جهد جهيد واستفتاء وإعادة تغيير المادة اللي هي الآن 34 مادة في الدستور يريدون تغيير من يريدون فإذلك احنا الآن في هذا البرنامج الذي بدأنا به قبل ثلاث سنوات طرحنا هذا المبدأ طرحنا مبدأ حكومة الأغلبية السياسية طرحناها على عنوين والعناوين أخذت أبعاد مختلفة واحدة منها جهدتان بالقابلية حكومة الأغلبية في تطبيقها على المستوى العراقي قابلية الشعب في قبولها قابلية الكتر السياسية في قبولها وصلنا إلى جملة من الأفكار وصلنا إلى جملة من البرامج وصلنا إلى جملة من المشاريع وهذه المشاريع رسمت لها أهداف حقيقة ما رسم لهذا المخطط في تقديري دخلنا الانتخابات كان ناجح والسبب في ذلك من نشرنا هذا المفهوم ومن حاولنا أن نحاول بهذا المفهوم لكن دكتور البعض يفهم أنها أقصى للآخر لا لا هذا موضوع آخر أنا أحكي شون نحن وصلناه وشون الناس قبلت بهذا المفهوم يعني أنا وصلتها النتيجة أشوف أنه النتيجة اللي إحنا بدينا بها حصدنا يعني وكل المؤشرات تشيره أجد أفهم شنو أدلتكم على قبول الناس لحكومة الأغلبية السياسية المقاعد اللي حصدناها لأن حصلنا مقاعد أعتقد في فرق عن كل الكتل السياسية لكن النتاج ما زالت أولية سنت أكدت لا المؤشرات واضحة يوجد بعض المؤشرات واضحة ممكن النتاج النهائية غير واضحة ولكن المؤشرات واضحة أن دوت القانون تتقدم في أكثر من محافظة على بقية الكتل الأخرى لكن كل الناخبين كانوا متفقين أن البرنامج السياسي لدولة القانون هو كان برنامج الحكومة الأغلبية السياسية أنا أفهم من كلامك أن كل الناخبين انتخبوا دولة القانون على هذا البرنامج بالتحديد فقط تقريبا يعني تقريبا أغلب الناخبين اللي انتخبوا ما سئلوا سؤال آخر سئلوا يريد حكومة قوية يريد الأمن يريد أن هذه حكومة شون تقدر تطبق أهدافه يريد قائد قوي وهكذا طرحت النفق كيف ستختلف حكومة الأغلبية السياسية عن حكومة الشراك الوطنية بكثير هي حكومة الشراك الوطنية لأحسن أداءها كان نجحت ولكن الظاهر لن يحسن أداءها لأن الجميع أرادوا يركبون عدم النجاة سفينة الغرق كل واحد يريد زمد دفع بيده وبالتالي أصبحت هذه السفينة بدون ربان لكثرة ربابينها أنا أعتقد اليوم حكومة الشراكة لكن إجابة صريحة من كان المعرق لأداء الحكومة العراقية والله كتل عديدة وبرامج وأجندات خارجية تلعب دور كبير في فشل التجربة العراقية وهؤلاء لعبوا دور وإيضا هناك كانت أدوات من داخل منهم الكتل خلينا نتحدث بصريحة أنا حقيقة كتل بشكل مباشر طبعا تعرفين القائمة العراقية تأخذ موقف من العملية السياسية وأغلب وزراء كان يقاطعون أغلب نوابه كان يقاطعون للواقع لأن يعتبروا هذه القضية تعلق بالمالكي بالخصوص ولو تلقانون بالخصوص كانت الحرب تجري بهذا الاتجاه هسان ما ردي أتهمهم بهذا الاتجاه هم عندهم وجهة نظر ولكن أيضا هم كانوا معرقين رقم معه يعني أفهم من كلامك أنه أحد الكتل المعرقلة للحكومة العراقية هي الكتلة أو القائمة العراقية هذا خلي أتوجه بسؤالي إلى الدكتور نبيل الدكتور نبيل تحدث الدكتور عدنان السراج عن عرقلة حكومة الشراكة الوطنية هذا اليوم يتحدثون عن حكومة أغلبية سياسية وأنتم تطلبون حكومة شراكة وطنية أين تقف قائمة متحدون للإصلاح من هذا؟ الموضوع يعني امتداء إذا ردنا الحديث عن حكومة أغلبية سياسية يجب أن نؤسس الأغلبية السياسية قبل الانتخابات بمعنى آخر أن العملية الانتخابية الديمقراطية يجب أن تقوم على أساس الأغلبية السياسية يعني أحزاب قائمة على أساس مكونات قائمة على أساس قوميات هذه لن تنجح في تقديم حكومة أغلبية يفترض أن تكون هناك أحزاب مكوناتها من مختلف الطوائف مختلف الشراكة حتى ننجح في مثل هذا المفهوم يجب أن نؤسس له أما تكون انتخابات أحزاب قائمة على أساس طائفي بحت نحن اليوم كنا نعرف أن هذه الأحزاب من طائفة معينة تلك من طائفة أخرى ذلك من قومية وهكذا هذه الأحزاب التي دخلت في الانتخابات الناتج مالها لا يمكن أن يشكل حكومة أغلبية السياسية بمفهوم الأغلبية السياسية العلمية أما إذا حسبنا على عدد الأصوات فأعتقد أيضا ليس هناك من كتلة قادرة تحصل على أغلبية مريحة بحيث تعطيها القدرة على تشكيل حكومة من هذا النوع يعني أنت وفق النتائج يشكل على قدرة أي كتلة في تشكيل حكومة أغلبية السياسية مهما كانت النتائج تحصل عليها أي من الكتل لن تستطيع أن تشكل مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر بماذا تختلف حكومة الشراكة الوطنية عن الحكومة السياسية خلينا نحدد أول المفاهيم حتى حكومة الشراكة الوطنية ومفهوم خاطئ عندما أقول شراكة بمعنى أن كل واحد حصة بمعنى أن سنعود إلى موضوع الحصص لكل كتلة أو مكون أو ما شابه حصة لكن شنو مفهوم الشراكة عدتكم؟ المفروض أن يكون هناك مفهوم للمشاركة وليس الشراكة المشاركة شيء يختلف عن الشراكة الشراكة لي حصة أخذ هذه الحصة ما أعطيتني الحصة أخرج من هذه الشراكة بالمشاركة لا هناك مدى أوسع أن يشارك الجميع ويشارك الأفضل من كل المكونات من كل الشرايح الفئات الأحزاب الكتل إلى آخرين ويكون هنا هناك اتفاق هل تعتقد أنه بحكومة الأغلبية السياسية ما رح يكون لكم مشاركة؟ رح يكون المشاركة يعني المشاركة ليست مهمة بقدر ما سيكون فعالية هذه المشاركة أنا لدي خمس أو ست أو عشر وزراء لكن لا يستطيعون أن يشاركوا مشاركة فعلية في القرارات وخاصة القرارات الحيوية المهمة الاستراتيجية مفائدة مثل هذه المشاركة لا ستفقد كل معنى وجوهر له وهذا هو اللي حصل في المرحلة السابقة عندما أقصيت كثير من الكتل أو المكونات عن القرار وخاصة السياسي والأمني فشلت هذه الحكومة إذا أردنا نجاح مثل هذه الحكومة يجب أن يشارك الجميع في مناقشة السياسات وإقرار هذه السياسات واتخاذ القرارات بشأنها عند ذاك سيتحمل لكل مسؤولية ولن يتحملها شخص واحد كأن يكون رئيس مجلس الوزراء أو وزير معين أو سيتكون المسؤولية تضاونية ما حصل هو خلاف لذلك في المرحلة السابقة دعني ننتقل إلى الدكتور عدنان هذا اليوم دكتور نبيل شكر في أن أي كتلة غير قادرة على تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا يعني إذا هكذا كان العالم ما يقدر يسوي حكومة ومعارضة وفق النتائج العالم كله يصير بهذه الاتجاهات اللي يجمع أصواته وكذا لكن أنا أريد أن أقول شغال الله وحده اللي قد يكون دكتور نبيل غفل عنها كثيرا مسألة تتعلق في مسألة حكومة الأغلبية السياسية ليست حكومية أكثرية حزب أو مكون ليست بهذا المعنى نحن الآن خلينا نطرح مسألة مهمة لكن تحدث أن هذا اليوم يشاهد أن كل كتلة مبنت على طائفة معينة هذه الكتلة الفتديرة هذا يسعى حجيش بيه هذا الأغزلة اليوم أنا أقول اليوم من تشكل أي قائمة معينة هل تشكلت بأعناوينها الشيعية والسنية والكردية ما أعتقد استغلت هذه العبارات ولكن ثاني أقوليش محافظة البصرة تقدرين يقولين هذول سنة بيقوم سنة قليلة بيقوم شعك تلين الأنبار مغلقة السنية يعني شون يترشح سنة منها وش يعي هذه القضية مضمونة بأعناوينها التالية مجلس النواب في الدورة السابقة حكومة مشاركة حكومة محاصصة حكومة شراكة شي سميها سميها أصبح مجلس النواب اللي هو تحصيل حاصل بيه الكردي وبيه العربي وبيه السنة وبيتركماني من ينتخب يجي هنا من يجي هنا هو الأصل هنا هنا يشرع تشريعات إذا يريد يشكل أغلبية من كتل تدعم الحكومة يجب أن لا تكون أنظارهم على الحكومة أكثر ما تكون أنظارهم على مجلس النواب يعني بمعنى الحكومة يجب أن تترك لنجاز تنفيذي هو ينفذ هو خارج من رحم مجلس النواب مجلس النواب ممثلين شعب بينما الحكومة ليس ممثلين شعب ممثلين ممثلين شعب يعني هؤلاء ينتخبون الحكومة والحكومة تنفذ مشاريع هذه الحكومة تحتاج أكثرية وين تحتاجها بداخل مجلس النواب ما تحتاجها في داخل الحكومة الحكومة يتفق على إداءها حكومة تقنقراط حكومة مشاركة حكومة سسمية بس لكن يجب أن تكون حكومة تقنقراط تتمنع بالخبرة والشفافية والموضوعية يعني أنا أفهم من كلامك دكتور عدنان حينما تكون حكومة أغلبية سياسية راح يكون يعني يمكن اختيار لرئيس الوزراء الوزراء من التكنقراط من الناس الكفرؤين هكذا برنامج لي أو هم راح نرجع بعدين إلى المجاملات أو الاتفاقيات خلف الكواليس خلف الكواليس وباختيار ناس يعني أنا قليش يكون ولائهم للحزب وللطائفة قليش قبل ثلاث يام أربعة يام يعني ممكن نقاتل لزميلة دكتور نبي اجتماعنا برئيس وزاه ودعنا إلى اجتماع وحجالنا عن حكومة الأغلبية قبل الانتخابات بثلاث يام وأربعة يام وكان حضور إعلامي وحضور بعض النواب لدولة القانون وطرح مسألة الأكثرية وسألنا عن الحكومة نفس السؤال نفس السفسار بالضبط مختلف قال إذا ترك لي الحكومة فجب أن تكون حكومة شفافة وزير أختار آني ويجب أن يكون شفاف ونزيه وعابر للقطائفية وعابر للقومية ويكون منتفق عليه وكفو ونزيه وكذلك اليوم صدر بيان وجه خطاب رئيس الوزراء أو وجه رسالة إلى كل الكتر السياسي إلى قادته شرح به هذا المعنى معنى حكومة الأكثرية السياسية المبنية على هذا سألني ألد أقول ليش نوجه أنظارنا للسلطة ونعتبر السلطة هي الحكومة وهي التي تضمن المكونات يعني تقولك إذا أنا عندي وزير يضمن مكوني لكن اللعبة الديمقراطية إذا نتحدث عن اللعبة الديمقراطية يعني على الجميع أيضا أن يشاركوا في صنع القرار السياسي في اللعبة الديمقراطية وهذا اليوم نحتاج أنه أيضا شراكة في صنع القرار السياسي وين يصنعوا يصنعوا الكتر السياسية فيما بينها في نوعية تحالفات في نوعية تفاهمات ويصنعوا بداخل التشريعات في مجلس النواب أما الحكومة الحكومة عندها صلاحيات حكومة تطيه تشريع يقول لي لي ننفذ هذا التشريع عندي وزراء يابا وزراء كفوئين نفذوا إذا فشلوا مجلس النواب يقول كذا فشلوا راقبناهم جيبناهم أما نحاسبهم أو أنت تحاسبهم هذه القضية صناعة القرار يجب أن لا تكون على حساب الصلاحيات يعني هذه أرفض رفضا قاطعا أي صلاحية تدخل ليش لأنه تقيدي اليوم من تقيدي تقول لي والله أنا أنت وزير دفاع تعالي أنا شاركك بالقرار شو شارك بالقرار الشارك بالقرار أنا أصد القرار السياسي ممتاز هذا يراد للمجلس هذا يراد للمجلس إحنا عندنا مجلس إتحادي مصاير عندنا مجالس هذه المجالس هي صنع القرارات السياسية أما حكومة ما صنع قرارات سياسية حكومة جهة تنفيذية تنفذ ممكن بها سياسي ممكن ترسم سياسة الدولة ولكن من يحددها حددها مجلسيا مجلس الإتحادي ومجلس النواب تمام له لو أرئاس الجمهورية فهي أكو محددات إليه إحنا هاي مفعلناها إحنا هاي مشكلتنا مفعلناها هاي التفعيلة ليش لأنه كل جهة هل تعتبر الحكومة الأغلبية السياسية هي اللي راح ترتب هذه الأمور كلها؟ في تقدير مئة بالمئة في تقدير إذا نجحت بهذه المواصفات اللي نحكي بيها وإحنا مصممين على ذلك طبعا بالمناسبة دعني أخذ رأيي الدكتور نبيل دكتور نبيل استماعت الكلام للدكتور عدنان السراج أريد أعرف رأيك باللي تحدث عليك يعني اتداءا مجلس النواب أو مجلس الاتحادي الذي لم يشكل حتى الآن وظيفة تشريعية يفترض أن يشرق قوانين وهذه القوانين على الحكومة أن تنفذه ومن ثم يجري لكن كان ضعيف جدا في تشريع قوانين مهمة تخدم المواطن تجريع الحكومة على إنجازاته ليس على شخصياته على إنجازاته الذي حصل أن مجلس النواب أخذت منه صلاحية التشريع وأصبحت من أخذها؟ الحكومة أخذت وأصبحت مشاريع القوانين من حق الحكومة فقط تعني أنت تقصد أن الحكومة المركزية تجاوزت على سلطة مجلس النواب التي انبثقت عنها في كل العالم مجلس النواب أو البرلمان هو الذي يشرق القوانين هو وحده لديه صلاحية تشريع قوانين للحكومة حق الاقتراح اقتراح القوانين لكن التشريع محصور بيد الآن مجلس النواب في الدورة السابقة نتحدث لا يستطيع أن يشرق القوانين إذا ارتأه هو تشريع قانون في مجال ما فقط الحكومة ترسل مشاريع القوانين ويناقشها مجلس النواب ويقرها ثم تأخذ الآليات الأخرى سواء صودق عليها أو لن يصرق أخذ هذه الصلاحية من مجلس النواب طبعا أضعف المجلس كثيرا وأفقد معنى توازن السلطات يعني أفرغها من محتوى هذا الثاني أيضا الوظيفة الثانية وهي المهمة أيضا هي مراقبة الحكومة يعني هذا كلها لأن كانت الحكومة يمكن حكومة الشراكة يعني إذا الآن تنادون أنتم حكومة الشراكة يعني إذا هم حكومة الشراكة شون رح نتجاوز مثل هذه العقبات أولا يجب أن نحترم الدستور ثانيا يجب أن نحترم مبادئ الديمقراطية أولى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات الدستور موجود حتى بسنوات السابقة نعم نحن تجاوزنا كثيرا على الدستور في معظفة يعني كان يفسر الدستور حسب أهواء ومصالح أنا رجل أحمن يظمن أن ما رح نتجاوز بالمستقبل يعني إذا لن نلتزم بالدستور كوثيقة أعلى وثيقة يفترض أن تلزم الجميع الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والشعب وإلى آخره معناها أنه لن نستطيع أن نفعل شيء يجب أولا أن نتربى على ثقافة احترام الدستور واحترام الآليات الديمقراطية اثنيا أيضا مجلس النواب صلاحيته في المراقبة وحسب الحكومة أيضا تكاد تكون اختفت في الدورة السابقة شنو السابقة؟ وبالتالي أيضا لأن الحكومة يعني أخذت أخذت كل الأدوار وحاولت أن تفرض هيمنتها على مجلس النواب وحتى على السلطة القضائية كثير من القرارات السلطة القضائية كانت قرارات مسيسة وليست قرارات قانونية بحتة بالفعل وممكن أن تنسجم مع المصلح العام وبالتالي أصبح هناك لدينا صراع ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشجيع ويفترض في النظام الديمقراطي أن يكون هناك تعاون ما بين هذه السلطة وليس التنافس أو الصراع سببها عدم التفاهم سببها عدم وجود يعني كابينة وزارية كفوئة لأنه كثير من الوزارين لم يكنوا بمستوى المسؤولية وهذا طبعا لا يعود فقط إلى كتلة معينة ولا هو ذنب رئيس مجلس الوزراء كل مشتركين وإنما الكل يشتركون فيه لأنه لو قدم الكل الأفضل ولو فهم تماما ما هي وظيفة الوزير عندما يصبح وزيرا وحتى الناب عندما يصبح نائبا يعني أنا نائب مرشع عن الكتلة الفنانية لكن من أكون في مجلس النواب يجب أن أسعى للمصلحة العامة وليس لمصلحة كتلة فقط نعم الكتلة ممكن تكون إلى توجه سياسة معينة نظرا معينة حول مسألة مهمة وحيوية نعم أقف ضد هذا وأقول هذا رأيي أعارض أو أقبل دعني أنتقل إلى الدكتور عدنان السراج أتكلم دكتور نبيل كلام مهم جدا أن الحكومة المركزية همشت دور مجلس النواب التشريعي وأيضا سيطرت على القضاء وعلى مفاصل الدولة هذا اليوم الخلافات القوية بين مجلس النواب التشريعي والحكومة التنفيذية أطلت كثير من القوانين مثل ما تحدث بسبب هيمنة الحكومة المركزية على مفاصل القرار وأيضا على القضاء لا أمير إلى هذا الرأي جملة وتفصيلا هذا الرأي يعني ما احترام الدكتور نبيل أوقع نفسه في الجانب النظر السياسي نحن 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 عن الجانب العملي الحكومة لا تعمل بالسياسة تكن هذا الهم المواطن أيضا يشاهد الخلافات القوية بين مجلس النواب التشريعي والحكومة التنفيذية الحكومة لا يمكن بأي صورة من الصور أن تخالف التشريعات لا يمكن أن تطبق تشريعات هي تقترح تشريعات وترفعها إلى مجلس النواب سواء بشرعها ثم يرجع للحكومة لسبب واحد الحكومة ليس حكومة نور المالكي إذا كنا نقصد أنه نور المالكي هو الذي سيطر الحكومة هذا الحكي أما إذا نقولك حكومة الحكومة أغلبها ليس نور المالكي نحن الآن لدينا فقط وزراء هناك سبعة من التيار الصدري لا كنت تحدث أنه عيش الزاء كان مسيطر على القضاء لا 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 إذا كان هذا لا حديث آخر الحكومة هي حكومة مشاركة فعلية أكثر من 16 أسامي داموا منهم وقسم منهم يجلسوا بالوكالة وقسم منهم يبدلوهم يعني الكتل مسيطرة على وقت رئيس وزراء وقالها كم مرة رئيس وزراء وبالتالي تيار الصدري عنده ستة وزراء سبعة الأكراد خمسة ستة وزراء العراقية أدهم كذا وزراء وبالتالي نحن الآن نتكلم عن قضية لا تتعلق بنور المالكي أو سيطرة ثانيا لا يمكن بأي صورة من الصور ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشرع نور المالكي تشريعا ثم يطبقه بأي حال من الأحوال لحد هذه الدقيقة لن تؤشر مؤشرات أنه مجلس الوزراء شرع قانون وطبقها لكن تحدث أيضا دكتور خلي تحدث خلي تحدث دكتور لما أقول أن الحكومة تشرع الحكومة لا تستعد شرع تحدث أنه تهميش مهمة التشريع قال هم يشرعهم لا أفهم لا لا أنا ما أقول هذا يفترض أن التشريع يتم عن طريق مجلس النواب أو البرلمانة في أي بلد من البلد لكن أنت حملت دولة وعيسة الوزراء تهميش مجلس النواب سلطة التشريع باقتراح القوانين ومشاريع القوانين في مجلس النواب أخذت من مجلس النواب وعطيت الحكومة من حق الحق هو فقط أن تقترح هذا قانون هذا الدستور لا لا هذا الدستور سيد العزيز خلي خلي مجلس النواب ليس من حقه أن يقترح ما فائدة مجلس النواب لا 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 أما رئيس قانون هذا أما رئيس جمهورية أو رئيس النواب خلي 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 إلى مجلس الوزراء حتى يقرر دكتور عزنان خلي كمل يعني فكرة القوانين لماذا هو لإدارة الشؤون العامة يعني ما يصدر قانون إلا إذا كان فيه مصلحة العامة صحيح حتى يدار شأن من الشؤون العامة وبالتالي يجب أن تتعاون كل هذه الجهات حتى ينبذق هذا القانون ويأخذه إلى النقطة هذه الصلاحية من مجلس النواب أخذت من أخذتها الحكومة الحكومة لا الحب أخذتها الحكومة يعني لكل مشارك بالحكومة تكلمت دكتور عدنان السراج أنه التيار الصدري وأيضا خائمة العراقية والأكراد كلهم مشاركين بالحكومة من أخذها من أخذ هذه الصلاحيات مع زميلة دكتور عدنان في شيء واحد أخذها رئيس الوزراء أما الحكومة أن الحكومة إذا لم تكن كفوئة منسجمة الوزراء على قدر من الكفاءة والقدر على إدارة هذا العمل والعمل ككابينة ليش سموها كابينة يعني فريق واحد لن تنجح هذه الحكومة وممكن أن يكون هناك وزير من الوزراء ممكن أن يفرض هيمنتة على الحكومة وزير الدفاع إذا كان وزير الدفاع قوي وقاد على فرض هيمنتة ورؤى على الحكومة ممكن أن يأخذ الحكومة إلى اتجاهها آخر أي اتجاهها أو وزير اقتصاد إذا كان وزير اقتصاد قوي لكن المشكلة اللي مرت بها الحكومة الشراكة الوطنية هي أيضا يعني وزراء غير كفوئين في مناصب وزراء غير مثلا نشوف وزير هو علوم سياسية في وزارة معينة طبيب بيطري في وزارة معينة واتحدث الدكتور عدنان تستراج أنه رئيس الوزراء ما كان له حرية كافية من اختيار هذا اليوم إذا نتحدث عن حكومة شراكة وطنية هل رح تنتجي لنا نفس حكومة تستابق هذه الحكومة الضعيفة اللي أكيد كان لها سلبيات على المواطن العراقي أنا أتفق مع وجهة النظر هذا يعني أنا حتى حاسب رئيس الحكومة نعم يجب أن أعطيه شيء من الحرية في اختيار هؤلاء في اختيار الوزارة لكن يعني معظم التركيبة التي قامت عليها الأوضاع الماضي يعني من 2003 وحتى الوقت الحاضر هو هذه الآلية وللأسف يعني بدأت تكرس كمحاصصة اللي يلقى الوزير والوزير نجيب لكن هذا اليوم الشراكة أيضا ستكون محاصصة اليوم على الجميع الكتل أن تعيد يعني تعيد النظر في هذا الموضوع حتى إذا افترضنا حتى إذا افترضنا أن من حقها أن تأتي بوزراء أو تقترح وزار فيجب أن تختاروا المناسب والأكثر لكي يعمل مع رئيس الوزراء رئيس الوزراء أوكي الآن استاذ عدناني اطرح وهذه طبعا وجهة نظر طبيعية جدا وموضوعية جدا أن الوزراء لم يتعاون وزير فلاني أو وزير فلاني أو وزراء الكتل الأخرى كان يفترض على رئيس الوزراء أن يخرج ويقول بصريح عبار وأمام مجلس النواب هؤلاء الوزراء لا يتعاونون لا يعملون مع الحكومة بالشكل الذي يمكن للحكومة أن تستطيع أن تنفذ القرارات والقوانين وتتخذ إجراءات وإلى آخر وإذا ما كان هناك إمكانية لتغييرها يعني أنا أفترض أنه أنا في مؤسسة وغير قادرة على إدارة هذه المؤسسة بسبب هذه التركيبة غير هذا أنا أعتذر لأنه هذا الفريق غير منسجم أنا غير قادرة على أن أنجس شيء مع فريق كهذا كان ممكن أن يحرج مجلس النواب ويضطر مجلس النواب إلى عادة النظر يقيل الوزراء يحاسب الوزراء ويقيلهم ويأتي بوزراء أخر جدد ممكن أن يشكلوا حكومة فاعلة قادرة على أن تخرج البلد من أزمات دعني أنتقل إلى الدكتور عدنان السراج دكتور عدنان المعارضين يعترضون على نقطة مهمة جدا هي التفرد بالسلطة وهذه النقطة تحدث بها عدد كبير من الكتل والقوائم التي حصلت نتائج جيدة في البرلمان العراقي طبيعة بالحكم طبيعة الحكم في العراقية طبيعة دستورية برلمانية بمعنى أنه مجلس النواب ومجلس التحاد يجب أن يكون هذا من موجود وعدنا قضائي وعدنا تنفيذي من يكون التنفيذي بالتأكيد في كل دول العالم التنفيذي رئيس الوزراء هو محل أنظار الناس لأنه تدرين الاحتكاك المباشر بالتنفيذ وبالعمل رئيس الوزراء في الدول التي تعتمد على النظام البرلماني يجب أن يكون مجلس النواب قوي ومجلس النواب معلسه شديد سأخذر الدكتور نبي لأنه تهميش لدول مجلس النواب ليش تهميش ليش إذا هو قوي ليش من يهمش إذا يطلع عنده رئاسة مجلس النواب كانت رئاسة غير واضحة المعالم وأيضا فاشلة في إداءه والسيد النجيف لن يكون موفقا بالمرة في إداء مجلس النواب يعني في مرة من المرات استغربت وأنا يشوفها يوقف بعد حداث الحويجة يقول أنا مثل السنة وبالتالي أصبح أنه خارج سياقات الحمل النيابي ثم أنه أدى مشاكل في داخل مجلس النواب لن يستطيع لكن قبل ما أنتقل إلى الاتصال مع النائب محمود عثمان أريد أتحدث نقطة مهمة الحكومة السياسية حكومة الأغلبية السياسية هل ستنتج أيضا مزيد من التأزم وأيضا الوضع السياسي الحرج الذي شاهدناه في السابق إذا كنت السياسية تملك من القوة والإمكانية بحيث تحرج الحكومة نعم تعمل نفس الطريق أسلوب التأسقاط وليس أسلوب إصلاح إذا كان مؤمنة بحكومة الأغلبية السياسية وللأمان بالتأكيد سيكون نجاح أما إذا تريد الإصقاط بنفس الأسلوب ممكن تشكل العقبات ولكن ليس العقبات حكومة الشراكة دعني أنتقل إلى الاتصال أهلا وسهلا بك ينظم أن الآن النائب عن التحالف الكوريدستاني سيد محمود عثمان أهلا وسهلا بك سيادة النائب أهلا الله سيادة النائب هل تعتقد أن حكومة الأغلبية السياسية هي الحل للوضع العراقي في المرحلة القادمة وأريد أعرف رأيك هل فشلت حكومة الشراكة في المرحلة السابقة والله يعني أنا في 2010 كنت أنصار حكومة الأغلبية لأنه أنا لا أعرف أكثر الآن عندما أجب عرضة أعتقد من الأفضل إجابة حكومة الأغلب أنا كنت يعني من أنصار حكومة الأغلبية في 2010 لكن صارت حكومة شراكة هكذا سمية فلن تنجح لأنه خلافات محاصط ومشاكل الآن أيضا أنا في تصوري وضع العراق ما مستقر كما يجب ولا الديمقراطي من معنى المطلوب ولهذا حكومة الأكثرية ما أعتقد تكون ناجحة كثيرا لأنه الأكثرية ما تحترر في أجمال المعظم والمعظم ما تحترر في الأكثرية لأنه نحن موجود مستقر في محاصط المحاصط نشوفهم كلهم في نفس الحكومة وبخصهم داخل الحكومة لأنه أنا في رأيي مكثير ناجحة شكرة جيدة لكن ما أعتقد تنجح ولهذا قد ترجع لأطراف الحكومة تراكة يعني أريد أفهم سياسة النائل لم تكن ناجحة يعني أنت تحدثت أن حكومة الشراكة غير ناجحة هل حكومة الأغلبية السياسية ستكون ناجحة ما أعتقد ممكن حكومة الأغلبية السياسية لأنه حكومة الأغلبية السياسية وجود معارضة في جو ديمقراطي في جو واحد يقل الثاني واحد يقل ثاني مصيش خصومات ومشاكل بينهم جو العراقي في الوقت الحاضر مواصل يعني الدرجة دائما توجد مشاكل بين الأطراف المعنية وإذا أنا رأي نتلاحظون يعني ما حدث يكون بالمعارضة كلما يدون سلوما السلطة لأن يتخوفون من أنه إذا صار بالمعارضة ممكن السلطة يجراء ضدها ويصير مشاكل بها هذا ما موجود أسا سيادة النائب هذا اللي تتحدث به هو لسان حال التحالف الكردستاني أم رأيك الشخصي لا أنا هذا رأي الشخصي وكان هذا رأي الشخصي في 2010 تحالف الكردستاني بشكل واضح الكردستاني كلهم يدون حكومة الشرافة لكن سيادة النائب أنت حكمت عليها بالفشل والله كانت أنا ما حكم مشرط يعني مستقبل بس الحكومة خلال أربع سنوات الماضية ومشراكة فأنا ما أسمي فشل بس لم تنجح كما يجب لأنه دائما داخل الحكومة خصوات ومشاكل وطرف مهم ما منسج مع طرف آخر ثقة ضعيفة بينهم فما نجحوا كثير حقيقة الشراكة تحولت إلى محاصصة لكن أريد أعرف هل يستطيع الدعون إلى حكومة الأغلبية السياسية الحكومة القادمة لا أعطي هذا ما سننتظر لنرى يعني بعد النتائج سوف الاتصالات وانطس قوائم تتفق ما تتفق كيف تتفق يعني ما عندي ستنبؤ واضح لكن ننتظر لنرى كيف ستطور لكن أكيد 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 نتائج أولية سياسة النائب وتقدرون ترسمون الصورة يعني للخارطة الكردية الكردستانية كما أنا مشكلة وانا الشخص مستقيل أنا ما أمثل الجانب الكردستاني حتى يوهيسي ولكن جانب الكردستاني هي قوائم كل حزب عندها مفروض يجتمعون فيما بينهم بعد إعلان النتائج يواحدون سياسات ثم كطرف واحد يتصلون من الأطراف الأخرى عندما تبدأ الحوارات بين أطراف فبنت طبيعة الحال بين الأمور حيث ممكن حكمة شراكة وكثلية أو أي شيء اللي ممكن أغلبية الناس يتفقون عليها لكن هناك تصريح مهم للسيد مسعود البارزاني يطلب بحكومة شراكة وطنية وإن كانت غير حكومة شراكة وطنية سيعلن الانفصال أو هدد بالانفصال ما 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 هدد الانفصال يعني ما أعرف ليش أنت تتخوفون كلمة الانفصال يعني هو الكرد لهم الحق في تقليل مصير لهم الحق في دولة الكرد في تركيا ما عزم حق في إيران ما عزم حق في سوريا ما عزم حق في العراق عزم حقوق بسوريا لكن تطبيقها صعب ومن حقهم أيضا هم إذا قدروا يستقلون نحن ندعو إلى شراكة وأنتم تدعون الانفصال في العراق فجربتنا سابقا مون هذا هو قال في كلام أنه إذا نفس المشاكل القديمة مستمرة قد لا نستطيع أن نكون جزء من الحكومة وتكون لدينا خيارات أخرى هذا اللي قال على سمعته سيادة النائب هل الأجواء الأقليمية والدولية مهيئة لهذا الانفصال لا طبعا إذن هذا التصريح شلون اللي قدر نتعامل ويا هذا التصريح طبيعي وقيا ويقولك إذا الأمور استمرت كما كانت نحن نكون عندنا خيارات وغيرا نرجع الشعب نحن ننفصل ونطلع وفي أنتوا تفصلوا لي بالغلال لكن طلب بحكومة شراكة شراكة وطنية ويكون أكراد لهم حقوق بهذه الحكومة القادمة مفتوحة يعني يعني ليش تفسيركم غلط لنا كراءتكم مصححة ما قال شكرا شكرا جزيلا إليك سيادة النائب محمود عثمان شكرا إليك لانضمامك إلى برنامج الحدث الانتخابي شكرا إليك دكتور نبيل شنو نغايةك باللي تحدث باستاذ محمود عثمان أنا سبحاني بس أريد أوضح نقطة أخي العزيز دكتور عدنا السيد رئيس مجلس النواب لم يقل يوما أنه يمثل السنة تحديدا وكنا نذكر موقف السيد النجافي في أول يوم عندما تخب وقال أنا أمثل الشعب العراقي ولا أمثل قائمة معينة أو جهة معين وقف مع الحويجة لأن الحويجة كانت يعني مأساة إنسانية بحق ناس تظاهروا من عجل حقوق مشروعة ولذلك وقف منهم ووقف أيضا مع البقية اللي نادوا بحقوق مشروعة وسواء كانت من هذه الفئة أو من تلك أنا أستطيع أن أؤكد لك أنه سيقف مع أي أي مجموعة يمكن أن تنتهك حقوقها أو كرامتها سواء كانت من هذه الجهة أو من تلك فقط للتوضيح نرجع لها ما تحدث نائب محمود أثمان يعني الأخوة الأكراد وتحديدا حديث السيد البرزاني أنا شخصيا غير مقتنع أنه الخيارات الأخرى تذهب اتجاه الاستقلال لكن أيضا هو يطالب بحكومة شراكة وطنية ربما هو طبعا من حق الكل أن يشارك يشارك في إدارة الشأن العام يشارك في الحكومة يشارك في السلطة إلى آخر بدرجات متفاوتة حسب يعني خلينا معايير إذا كانت هناك معايير يمكن أن تطبق على الجميع بدون استثناء أعتقد تشكل مثل هذه الحكومة ويكون بمقدور رئيس الوزراء أي كان القدرة الكبيرة على إدارة الحكومة وسوف تنتج ينتج عنها سياسات وقرارات مهمة جدا ممكن أن تصلح الشأن العام لكن إذا ذهبنا بالاتجاه الآخر يعني الذي صارت عليه سواء الحكومة أو الكتل السياسية بالترشيحات للوزارات وإلى آخره ويعني كل الإشكالات التي صارت بالتأكيد ننتجح لكن بشأن المسأل أعتقد هذه الخيارات الأخرى ربما يكون الابتعاد عن المركز أكبر الإفصال ما تصلح ويقض ضغط سياسيا لا أعتقد حتى أنه سيد مسعود أنه قصة دربي دعنا ننتقل إلى السيد الدكتور عدنان السراج دعنا نتكلم عن موضوع مهم واللاعب الرئيسي الدول الأقليمية يعني هل ممكن أن تقبل بحكومة أغلبية سياسية يعني الدول اللي لها مصلح أنه تجد نفس تجد أنها في موقع أنه العراق يجب أن يكون مستقرة بلغير تقبل يعني إيران تقبل العراق مستقر وأمريكا تقبل بحكومة أغلبية سياسية وتهميش الأكرار وتهميش الجهات الأرض لا 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 أنا بس يمكن في التعليق سريع على الأستاذ محمود عثمان هناك قضية المشاركة الكردية ككتلة هناك نقطة يجب أن تعالج في هذه القضية الحكومة لا يمكن الحكومة الأغلبية أن تدخل كتل سياسية وترشح ممثلين عنها إنما هي تكون في داقة المجلس النواب وبالمفاوضات السياسية يمكن أن ترشح أسماء وليس كتل يعني تدخل الكتل ما سونا شيء يرجع على نفس النقطة ثانيا أستيد بسعود البرزاني وأنا أقول أبي ملعثمي وأنا متأكد من هذا كلامي هو يعتقد أن حكومة المشاركة التي جاءت فيها الكتل فاشلة ولن تنجح وقال من يحاربها لن تنجح كيف يمكن يعيدها نفس النوال لكن هذا اليوم يطالبون بحكومة شراكة وطنية وعدم تهميش القائمة لقد لا برها هذه الانتخابات لا برها لا برها مجلس النواب حسب نوعية الحاكم اللي يعكم مجلس الوزراء وحسب الوزراء اللي هم تتواصف بمعاهير مصدر وهذا اتفقنا عليه أنا أقول اليوم بالتأكيد الأكراد وخصوصا لسيد مسعود البرزاني لن يكون في يوم ما فيهم أن تنجح حكومة بغداد لم يكن في أي وقت بلا الأوقات كلها مناكثات وكلها صراعات يعني أنا أفهم من كلامك أنه كان السيد مسعود البرزاني ضد نجاح أحد الأقطاب الرئيسين في الوقوف أمام حكومة المالك وجعلها قضية مالكي وقضية مركزه وقليم وجعل نور المالكي عدل الأكراد لكن أفهم من كلامك أنه بالحكومة الأغلبية السياسية سيكون السيد مسعود البرزاني بعيدا عن حكومة الأغلبية السياسية لا لا يستبعيدا هو زعيم هو لم يكن بعيدا هذا ما أفهمه من كلامك بسبب المناكفات وبسبب الصراعات سيكون بعيدا في إداء الحكومة الحكومة يجب أن تكون مراقبة في مجلس النواب وهو بعدهم الناس في مجلس النواب يجينا كردي تقنقراط نعم يجي وزير هذا ما يدخلنا بأزمات جديدة؟ أبدا ولا يدخلنا في أزمات الحكومة مع الأقليم؟ إذا الحكومة نجحت يعني الناس رضت نحن ما علينا بالإقليم إذا كحكام نحن علينا بالناس إذا الحكومة أنجزت وإنطت المنجزات واحدة بعد الثاني ما أعتقد سياسي يستطيع أن يقف أمامها الحكومة الكردي منجز والشعب يريد منجز لكن أريد أفهم من كلامك أنه الأقليم لم يدخل في حساباتكم في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية؟ لا دخل في حساباتنا والرسائل وجهت إلهم ولكن بنفس الأسلوب بنفس الطريقة هذه غير مقبولة ومنفوضة من مين ونحن نجح على نفس الطريقة أن تفرض الكتلة وزراها ولا يستطيع إزوز وزراها مع أسبب الكتلة ثانية مسألة الانفصال الأماني نحن في بلد لا نتكلم بالأماني نحن نتكلم بالمشاريع جستورنا الجستور العراق يقول العراق دولة تعددية أنا ممنيتين يبقى العراق واحد أنا ممنيتين فصلون لقرات لأنه نحن عايشين فترات طويلة لكن البعض افتهم من حكومة الأغلبية السياسية يتهميش بعض الجهات وبعض منهم داخل العملية السياسية وكان لهم وجود في الحكومة السابقة شوفوا أختي اليوم خلينا نحشي على الحكومة الأغلبية حكومة الأغلبية عدنا في 18 محافظة كم محافظة عندنا هنا؟ عندنا محافظات سنية ومحافظات شيعية ومختلطة ومحافظات كردية اليوم ترى الميزان العمل للمحافظات إلا أنت من خلال هذه الحكومة همشت محافظة من المحافظات على حساب الميزانية وعلى هذا المعنى أنت همشت منطقة محينة لكن نقطة وهناك قبل ما نتخل إلى الدكتور نبيل يعني والله هذا المواطن احتار يعني يسمع من الحكومة أنه عدد كبير من الكتل عقلات عمل الحكومة وأيضا يسمع من عدد من الكتل وأيضا من السيد مسعود البرزاني تهميش هذه الكتل وأدوارهم والبعض يقول للبرلمان عطلهم هذا المواطن احتار والله العظيم بهذه الصراعات السياسية يريد أن تخلص من الأزمات ومن الصراعات السياسية محسومة هاي محسوم مواطن فهمها الثانية لدى أقول لك الآن أنا والدكتور نبيل وأنت متفقين على أن الحكومة هي اللي يدير الدولة موتي هي اللي يتحقق الشغل الدولة ما دام هي قاعد تقرر تقول لك أنا ما دام للشغل فالمواطنين يباوها على الدولة ما يباوها على الكتل السياسية الأخرى يعني الكتل السياسية إنما مشروحها كان مشروح أسخاط الدولة والحكومة يعني أنت ما مشاركتنا بالحكومة ولا أنت من ضدتنا شيء ما يسئلون يا بالميزانية شون تتقسم الميزانية جنور المالكي يحرم الأنبار ونينواء أكيد راح يكون عندنا حلقة كاملة عن الميزانية يعني غاد لموضوع خاص مثلا إذا دخلناها بعنوان التهميش هو التهميش حالني الوقت ما راح يكفينا دكتور أسفا خلي أنتقل إلى الدكتور نبيل دكتور نبيل في حال نجح التحالف الوطني في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية شنو أوراقهم للضغط على منع من تشكيل هذه الحكومة ومنعهم يعني ليش مفترضا أنه إحنا إذا حكومة ستنجح في تقديم الخدمات للناس لا ستكونون معارضة أم راح تضغطون عليه حتى لا يشكل الحكومة الأغلبية السياسية مفهوم المعارضة في العراق حتى نكون صريحين وواضحين مفهوم المعارضة في العراق لن ينجح المعارضة في كل دول العالم يؤخذ رأيها وهي في المعارضة في كثير من سياسات الدولة وقراراتها خاصة في القضايا المهمة الأساسية الاقتصاد الدفاع الأمن إلى يؤخذ رأيي المعارضة وهي معارضة في العراق في هذه الأجواء المعارضة منسية يعني لن يلقي لها أحد بالا ولذلك لكن قبل معني لا 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 أنا متأكد لا 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 ما جربناها حتى خلي قبل معني أخير عزيز عدن نحن في مجلس النواب وفي نوع من المشاركة في الحكومة ومع ذلك يعني على سبيل المثال ما حدث في الأنبار لم يأخذ رأيي الكتل السياسية يعني كان يفترض أن الحكومة تقول تجمع الكتل السياسية وتقول لدينا مشكلة في الأنبار لدينا مجاميع مسلحة إرهاب إلى آخره نحن بصدد اتخاذ قرار أمني كذا وكذا وكذا ما هو الرأي يفترض أن يكون مثل هذا التشاوير في دقيقة أقل من دقيقة دكتور أفهم من كلامك تهميش الكتل والتفرد بالقرار أفهم من كلامك يعني المرحلة السابقة نعم شهدت تهميشا لكثير من الكتل السياسية تفرد كبير بالقرار لا سيما الأمني وهذا هو اللي أوردنا يعني هذا المورد شكرا جزيلا في أقل من دقيقة دكتور أنا صور الحكومة أدت واجباتها وحاولت أن تنجح ولكن مجلس نوب لم يكن بالمساونة والكتل السياسية حاولت التسقيط على الإصلاح شكرا جزيلا نحيي ضيوفنا على مساهمتهم وإيانا بحلقة اليوم كل من الدكتور عدنان السراج عن اتلاف دولة القانون والدكتور نبيل محمد سليم عن كتلة متحدون للإصلاح كما نشكر النائب عن التحالف الكردستاني سيد محمود عثمان وأنتم مشاهدين الأعزاء شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء